يوجد أكثر من ثلاثة ألاف لاجئ في مخيم الزعتري وقيم هذا المخيم في شمال صحراء الأردن على مقربة من الحدود السورية تبلغ درجات الحرارة هنا حوالي أربعين درجة مئوية والغبار يغطي كل شيء اثنان وخمسون بالمئة من اللاجئين في هذا المخيم من الأطفال والصحة النفسية للاجئين الشباب تزداد السوء مع مرور الوقت أحضر طاقة أحد وتزداد السورية تعالى الدرجة أكبر هناك مشكلة في الواضحة يا حسنا ماهي بقدمتوا هناك؟ حليلاً اجلنا نحن تحزيزة إذا كانت تحزيزة وأعاني؟ من أجلهم نحن نحن تحزيزة تكبرد הגممات رأينا هي أمنية كما تتخلمون لكنها مسلسلة تتخلمون أننا تعتبر الأخيرة أكثر من أشخاص نفسنا نتذكر أننا نتعلق من الربع الرئيس 10 و 18 الذين يأخذون هذا وأشوف أولاد بالشارع فوتهم على البيوت وعلى الأقبية والملاجئ أعظر يكلمين تعمل منظمة اليونسيف ومنظمة حماية الطفولة داخل مخيم الزعتري بالتركيز على العامل النفسي والاجتماعي للأطفال تشعر الأطفال سوف يكن كل هذا some — though they don't feel zoom around strangers, they feel overly quantities with strangers, so there is no balance in terms of space and distance. Some of them tend not to talk. Some of them have very short attention span. They tend to be loud, they want to leave, not spend a long time in one place. And they suddenly feel that they have to go back and look for their parents. إذن المطلب المهم هنا هو التعليم والمعالجة النفسية فتحت اليونسيف والحكومة الأردنية أول مدرسة للاجئين الأطفال هناك حوالي 6 ألاف تلميذ يعيشون في المخيم تم تسجيل 2300 طفل حتى الآن لكن اليونسيف لا تستطيع تمويل كل هذا